وبدايةً طبعاً هتكلم معاك عن منتخبنا الواطنين النهاردة وقدام المنتخب التونسي مباراة وقد كانت مهمة جداً احتكاوك قوي جداً خرجنا من المباراة خسرانين للأسف بس أكيد شفت النهاردة حاجات ممكن نتعلم منها الفترة الجادة يمكن أنا كنت مطافق تماماً معاك في مقدمتك في البرنامج النهاردة على كلامك إن احنا كنا محتاجين مثل هذه المباراة لأن طبعاً لعبنا المباراة الماضية مع فرق من مستوى إثيوبيا تنزانيا الفرق اللي هي المستوى الأقل شوية مع كل اللي احتراموا التأدير لهذه الدول العريقة إنما أنت بتبقى محتاج أن أنا عايز أقف على أخطائي اللي موجودة عندي اللي بتدارى في وسط مكاسب مع فرق مستواها الفني أقل علشان لما خش في بطولة كبيرة جداً زي بطولة الأمم وحلاء منتخبات كبيرة زي السنغال زي زنبيا زي الكاميرون زي كودسوار زي المغرب زي الجزائر فلازم أعرف أنا واقف فين وإيه اللي أنا محتاجه فمباراة النهاردة كشفت حاجات كتيرة جداً إحنا محتاجينها يقدر يشتغل عليها الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني وخاصة أن أنت لازم يتكون عندك عدد من اللاعبين كتير جداً تكسبهم وتديهم الصفة الدولية بحيث أن أنت لما يغيب عنك أي لعب مهما كان وضعه ومهما كانت أهميته لمنتخبنا الوطني يكون عندك البديل الجاهز الكفء اللي تلاقيه يقدر يقوم بالأدوار اللي أنت هتكلفه بيها علشان دايماً يظهر منتخبنا الوطني في أفضل وأحسن صورة ويحقق لنا البطولات اللي غابت عننا خلال المرحلة الأخيرة وخاصة بطولة الأمم اللي وحشتنا جداً وبقالنا فترة بعيدة عنها طبعاً فماتش النهاردة من الماتشات القوية اللي بتمنى يكون هي دي مستوى المباريات لمنتخبنا الوطني فيه خلال المرحلة اللي جاية صح الودية اللي يتم إعداد المنتخب فيه مباراة قوية دايماً علشان كل مباراة الأخطاء اللي عندي الكبيرة اللي كانت موجودة النهاردة تقل في كل مباراة من مباراة للتانية بحيث إن أنا لما أوصل بفريق لأقل أخطاء ممكن وبعدين في بعض المدربين أو بعض الاتحادات حتى يقولك ما تلعبش مع منتخبات قوية نخسر فالناس تقول إن إحنا وعشين المباراة اللي قدامها مش مهمة النتيجة صح حالص حالص مدرب كبير هواك بترح عابيدي انت مشافري معاك كنت بس بالضغط رأي جيش عملت استعدة للموسم لو خسرت كل الماتشاط مش مشكلة بس عملت أنا عملت فترة إعداد ليا كنت يعني الفرق اللي أنا طلبتها طلبت على لعب المستويات الكبيرة جدا وآخرهم كانت مباراة النادي الأهلي بالأمس صح ولعبت الاتحادس السكنداري وفاركو لي لأن أنا مطالب في فترة الإعداد إن أنا جاهز فريقي كما يجب أن يكون صحيح إن أنا خش للمعترك الرئيسي عندي وأنا واقف على كل الأخطاء اللي عندي وكيفية إصلاحها علشان ما تفجئش ده بده أثناء البطولة الرسمية أيوة يعني مثلا أنا داخل بطولة أمم ما تفجئش بالأخطاء دي من كتر ما بلعب مع فرق بكسبها ب2 و3 و4 وفرحان بالنتائج وفرحان بالأداء وفرحان إن أنا بلعب مع مستويات أقل مني وبحق نتائج طيبة والأمور والدنيا هادية وما فيش حد بيزوم علي لأ أنت لازم تعرف أنت أخطاك إيه وقفين البديل اللي عندك على مستوى الأساسي ولا لأ لازم يكون تجهزاتك وتحضيراتك إن الفرق الجماعية ومنتخباتي الكبيرة ما بتقفش على واحد وعلى اثنين وعلى على ثلاثة لازم يكون عندي بدل الصف صفين واثنين وثلاثة ويكونوا على نفس المستوى هو ده اللي المفروض تفرزه المباراة طيب كابل عبد الحميد في حاجة كمان دائما إحنا إنا في مصر بنكسف لما بنقولها يقول لك إيه أصلا المدرب ده دفاعي أصلاح كنا بنلعب دفاع حريص أوي أصلاحنا كنا منكمشين أوي وخايفين أوي هل الدفاع عيب؟ يعني الجملة عيب يعني أنا حاسيت إنه فيتوريا خاد سمع اللي هو إيه لأ ده بقى المدرب اللي هيخلصنا من كروش ومن كوبر والأداء الدفاعي مش كل المباراة وليه حساباتها؟ طبعا يمكن زي ما حددتك بتقول كل المباراة لها حسابات ولا أهداف وأنا محتاج من المباراة صحيح ثانيا المواقف الدفاعية الجيدة بيتولد منها دايما مواقف هجومية جيدة طول ما أنا منظم دفاعيا وخطوطي متقربة وبشتغل في مساحات ديئة وعندي تنظيم جيد جدا من التنظيم الدفاعي ده بمجرد ما بحصل على الكورة وفي خلال الشغل والتاكتك الهجومي اللي أنا محفظه للعبتي بنوصل بطريقة منظمة لمرمى المنافسين صحيح فطالما أنت منظم دفاعيا وأمورك الدفاعية بخير أنت قادر على وصول مرمى المنافسين في أي وقت إن شاء الله يا رب في الدقيقة 95 من اللقعة فطول ما أنا مرماية متأمن وسليم فما فيش حاجة اسمها طريقة دفاعية بحتة من غير هجوم وما فيش حاجة اسمها طريقة هجومية من غير مدافع لازم يكون عندي توازن ما بين الدفاع والهجوم وخاصة الدفاع تخيل أنت عندك خط هجوم قوي بيجيب لك 3-4 أهداف وعندك خط دفاع ضعيف وده اللي حصل النهاردة فأنت كلما يجيب هدف يخش فيك اتنين النهاردة أنت عندك خط هجوم قوي جدا في أمر مرموش ومصطف محمد محمد صلاح خط هجوم قوي جدا بس كان عندك أخطاء دفاعية كثيرة جدا خلت 3-4 أهداف فعشان كده أنا بقول لحضرتك لازم لازم يكون عندك تنظيم دفاعي جيد جدا ومن خلاله تقدر أن أنت تشوف بقى تقدر لأن الكرة عبارة عن حكتين يا أسو الكريم إزاي أهاجم وأنا معي الكرة وإزاي أدافع وأنا الكرة ماش معايا صحيح بين دي وما بين دي بييجي بقى الشغل الفني بتاع كل مدرب وتنظيمك والجبهات والمربعات والمسلسات والحاجات اللي كل الناس عارفاها في كورة القدر فمهم جدا جدا أن لعبتك تكون حظ أن ما يغيبش عندك 1 و 2 و 3 وتلاقي نفسك بالشكل اللي ظهر عليه منتخبنا النهاردة طيب واحدة من المشاكل الواضحة جدا في منتخبنا لقيت يا كابتن عبد الحميد في فترة من الفترات كان ما شاء الله عندنا وفرة من المهاجمين نهاردة والمباراة الماضية احنا شايفين مصطفى محمد والراجل واضح أنه هو غير مقتنع بأي مهاجم أخر غير مصطفى محمد في الكرة المصرية بشكل عام هل دي نظرة فيتوريا ولا هو فعلا احنا عندنا معاناة في مركز المهاجم بعد مصطفى محمد لا انت عندك مشكلة في مركز المهاجم على مستوى مصطفى يعني عندما نجي نتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح انت هدف الدوري مش من عندك هدف الدوري راجل أفريقي صحيح هدف الدوري بقاله فترة مش اللي بلعب رقم تسعة صحيح دايما بيبقى واحد من يجيزه كالسامة اللي قبل بالزبط فعشان كده أنا بقولك لا في مشكلة عندك للمهاجم الصريح بدليل ان كل فرقة عندها خمس ست مهاجمين بس ما عندهاش هدف المهاجم ده عبارة عن كيفية استثمار أقل فرص تتاح أمام المرمى لتسجيل عدد من الأهداف صحيح فكل الفرص اللي بيجيلك بالضيع طب أنا أبقى هدفي ازاي صحيح فبالتالي لا احنا في مشكلة صحيح وعننا منها كتير كمان بعد اعتزال عماد متعد في حين ان كان عندنا قبل كده يعني كل فرقة من الفرقة الدوري كان عندها هدفين ينتقلون على أعلى مستوى صح فبالتالي كان خط هجوم المنتخب دايما في أفضل حالات صح تعال اشوف أهداف مصر خلال المرحلة الأخيرة هتلاقي ما بين محمد صلاح وما بين مصطفى محمد وتلاقي بعد كده بعض الهدف تريزيجية تلاقي مش عارف تلاقي أهداف يعني نسب بسيطة من بقية صح هيفضل الهدف تريد المنتخب الوحيد محمد صلاح اللي هو الجناح هي مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها كل الفرق بدليل ان احنا دايما بندور على مهاجميني أجانب أفرق صح لان انا لو عندي مهاجم انا خلاص المهاجم بتاعي أفضل وحتلاقي كل الفرق شغالة على كده السبب ايه السبب ان نظرة المواهب اللي موجودة في المركز ده تاني حاجة انا بدي برضو بحمل المدربين جزء كبير منها ان انت ما بتشتغلش تخصصي لو انا ما عنديش حد موهوب يبقى انا لازم اصنع لازم اتعب واعمل اللاعب مصنوع وان انا احفظه المهام بتاع الهدف بحيث انه يبقى عنده قلية في الأداء كرة لما هتبقى في المكان ده انا هتواجد فين هتعامل معها ازاي والله يصدقني يا عسكريم يمكن احنا بنشتغل مع اللاعيبة فحاجات المفروض هم يشتغلوها في المراحل اللي هي مدرس كور ان انت ازاي لما كورة تيجي لك كده تستلمانه بالشمال ولا باليمين تروح تعمل ايه استلامك عليه 50-60% من الهدف امور كتيرة جدا تفصلية اللي المفروض يعني انا بتعامل مع لعيب محترف مصبوط كده لعيب محترف المفروض بديله الشغل للخطط وهو ينفس صح كده لا ده احنا بنشتغل في أبسط الامور صدائلة علشان كده اي مدرد بيجي منتخب بيعاني وكانت كنوش اتكلم في كسرين انا بقى باتكلم في حاجات بداية جدا يعني بالضبط معنا بقول لحضرتك انت انت المفروض انا بشتغل في اعلى مستوى احترافي موجود في مصر صح فالمفروض اللعيب اللي بيجيلي انا بيعلموش اساسات الكور انا بيعلمو الخطط المركبة والجمل المركبة صح وحاجات تكتيكية عالية جدا صح علشان كده احنا بنعاني من العقلية العقلية